هم لعلهم تذكروا أنا العبد الفقير والله يخفر لي وسمحني إن كنت أخطأت كنت في مصر آنذاك وأتيت هنا ولزاروا في الحكم وقلتهم خارجون خارجون وأقسمت على المنبر أنهم خارجون ولن يعودوا على أقل في المدى المنظور طب لماذا؟ كيف أنا أضع سمعتي حتى علمي حق وهل أنا أحمل غائلة عليهم حاشة لله أبداً أبداً أنا رجل إذا تكلمت أرجو أنني لا أتكلم إلا مصرحة أمتي وديني والله العظيم في نهاية المطاف لستم تحزباً بفضل الله ولستم حسوباً على أي جهة بل الجهات بين قسين التي عاملتني معاملة لا تليق أنا طرت من بلاد معينة رفض عن أدخولها ومع ذلك أثنيت عليها لا أتدخل في السياسات في الدول لا أحرض على أحد أنا منعت أيضاً منعت من كل شيء ومع ذلك هذه الدول لا أحرض ولا أقبل مع أنه مع أنه لو قبلت فهناك مقابل أكثر مما تتخيلون والشهود أحياء بفضل الله حاشة لله أسأل الله قلت مئة مرة أن يخبض روحي قبل أن أفعل لأنه لو قبض روحي سيخبضها نظيفها طاهرة لم تتورف في التأمر على المسلمين وعلى العرب وعلى استقرار دولهم وشعوبهم حاشة لله والله العظيم البوت أشرف مليار مرة أقسم بالله على أن الإغراءات فوق ما يمكن أن يخطب بخيالكم ولا أن أتكلم أكثر من هذا ما تقول لي ملايين ولا عشرات ملايين فوق ما والشهود أحياء أنا لا أحكي من خيالي الشهود على العروض هذه أحياء بعض من أن في المسجد ينبغي أن يكون واضحين انتبهوا الأمة استقرار الأمة أمن الأمة وضع الأمة هو المهم في نهاية المطاف نعود إلى قضيتنا يا أخواني نعود إلى قضيتنا الناس لا تقبل من عالم الدين ومع الحق كل الحق أن يتلون كما يتلون أساسه الحد المقبول من عالم الدين هو ما ذكرته لكم أن يدافع وأن يحامي عن بلده وعن سياسات بلده حكومة بلده معقول هو ابن هذه البلد ابن هذه الأمة فليحامي مطلوب وإلا كان شيئا آخر قرضاوي رحمة الله علي ذم بعض الدول العربية بالإسم مع أنها لها تاريخ في دعم جماعة الإخوان المسلمين واحتضانهم طبعا الرقم الدولة رقم واحد في العالم أكثر دولة احتضنت هذه الجماعة ورموزها وأغدقت عليهم المليارات وفتحت لهم المراكز الإسلامية في العالم وأمدتها وأنفقت عليها ما هي السعودية أيضا حرضوا عليها لماذا؟ الإمارات أيضا كانت تحتضنهم معروف لأن أذكر التفاصيل الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه وغفر الله له قال لك الإمارات تقف موقفا من كل حكم إسلامي تعادي كل حكم كأنها تحكم يعني ما أعدي بماذا بالتوراو بالإنجي ولا بموتسي تونغ ولا بكتاب رأس المال طبعا هم الإماراتيون دولة مسلمة حكومة وناس مسلمون يا حبيبي والصلاة والصوم والإفترات الجماعية بالملايين والحج والعمر والقرآن ماذا تريد يعني الآن سأحكي لكم شيئا حاولوا أن تركزوا تركزوا تماما وقبل أن أنضي سأذكر شيئا مهما الإمارات التي تسبع لأنها دولة ضد الإسلام وضد الحكم الإسلامي الإمارات عرضت على قيادات الإخوان المسلمين في الإمارات وأنا أعرف ماذا أقول ويمكن أن تقع المحاققة قالت لهم أنتم أبناء هذه الأمة أنتم أبناء هذا البلد حياكم الله هيا تفضلوا وانظروا ما هي المثابات ما هي الوزارات ما هي الوظائف العليا في الدولة التي يمكن أن تقدموا فيها وأن تخدموا بلدكم ويا حي هلا تفضلوا أنتم أولى ببلدكم والله العظيم أنا أحكي لكم والله الآن قش عرب بدني تعرف ماذا كان الجواب ومش واحد هذا فئة كبيرة منهم بعد ذلك أدخلوا السجن ما تقوليش أدخلوا ظلما كذا ستعرف لماذا لازم الحقيقة الكاملة قالوا أعطونا فرصة لنفكر تفكر أنت تقول حكم إسلامي خدمة الأمة خدمة الدين الحاكم يقول لك تفضل تعال اشغل على الوزارات التي تناسبك بشارط أن تكون ماذا كفأا فيها تستطيع أن تقدم أهلا وسهلا أنت أولى من غيرك قال نريد فرصة نفكر أعطوا فرصة وعادوا بعد أي أيام وبإجماعهم قالوا لا العرض لم يناسبنا العرض لم يناسبنا تعلمون لماذا لأن المرشد العام في القاهرة لم يوافق على العرض بالله عليكم يا إخواني وأخواتي أي دولة في العالم ولو دولة إخوان مسلمين لو حكم حماس الآن في غزة أي دولة في العالم تقبل أن يرتهن أبناؤها وخيرتها على أساس والذين عرض عليهم مزارات ومثابات عالية أن يرهنوا قرارهم لسلطة خارج البلد وقال مرشد عام مرشد مرشد هذا أنا ما أدراني وليش حتى لو كان نبيا من الأنبياء مرشد هذا خارج البلد أريد أن يوجه أبناء البلد وهم في وزاراتهم افعلوا ولا تفعلوا ما هذا لا توجد دولة في العالم تقبل بهذا المنطق فاهمتم وبعضين خليني نكون واضحين جدا جدا وهنا أريد أن ألقي بالقنبة التي ألقت قبل ذلك وأحسن الفريق الآخر أحسن حين صمتوا ولم يستجيبوا لكلامي لأن إثارته سوف تحرجهم جدا سأقولها بالفهمة الآن وهذا سيغطب والله هو الساتر الله هو الستير لا إلهي له نسأل فالله هو خير حافظا وهو أرحم الرحمن الأصولية الإسلامية بفرعيها السن والشيعي صناعة استعمارية الوثائق أصبحت متاحة قبل ذلك لو قلنا هذا قبل عشر سنين سيقال كذاب أشر الآن الوثائق أفرج عنها ولم يفرج عن كل الوثائق إيش رأيكم أفرج عن أجزاء منها وأجزائي الآن مع أنه بالقانون ينبغي أن يفرج عنها لا زالت تحت التسويد بالقلم الأسود ممنوع لكن أن هذه الأصوليات أنشئت وعمدت مالية ما اللحظة الأولى حين لم تكن شيئا مجرد بذرة بذرة بسيطة جدا كان يمكن لأي جهاز سورطة بسيط أن يعيدها في مهدها أمدت بالأموال الاستعمارية لماذا؟ لماذا يمد شيخ شاب بسيط في بداية الثلاثين العقد الثالث يعني هو موليد 1906 وهذا الكلام كان سنة 28 يعني قديش تخيل في منتصف العقد الثالث ليس عالما كبيرا ولا مشهورا ولا أي شيء سنة بسيط متواضع لا شيء لا شيء لا عنده حتى شهادة ماجستير في أي علم العلوم عنده دبلوم دبلوم فقط لماذا تمده الدولة الاستعمارية التي تستعمل بلده ستقول لي ماذا تقول أنا لا أقول شيء من عندي أقول الوثاق يا حبيبي الموجود الآن والتي أحرجت الجميع وفقأت العينين في المقابل مؤسس الأصولية الكبيرة الآن الشيعية طبعا هو ليس المؤسس لكن هو الرمز الأكبر الذي أقام لهم دولة تعرفون من هو في فرنسا وفرنسا ترعاه صباح مساء صباح مساء كل يوم مش أقل من 15-20 لقاء متلفز وراديوي وصحفي مع الرجل هذا باستمرار وأعيد معززا مكرما على متن طائرة تفضل ما هذا؟ لماذا؟ لماذا هذه الرعاية؟ لماذا هذا الاهتمام؟ لماذا هذا التلميع؟ لماذا خلق الشخصية؟ الخطة واضحة ذكرتها في برنامج ليطمئن قلبي في 2016 تقريبا خلق صورية سنية وتغويلها تصبح غولا كبيرا شريسا وخلق صورية شيعية أيضا تصبح غولا ثم ضرب الاثنتين هذه بهذه وينتهي الإسلام والعالم الإسلامي نسأل الله أن يبطل مكرهم والله العظيم نسأل الله كأن الله تبارك وتعالى إن شاء الله أبطل مكرهم وأيخذ الأمة وكما قلت لكم وفاة العلم القرضاوي استفتاء هذا المشروع فشل الأمة لم تعد لكن تعرفون ما الذي يحصل الآن الأمة تنتظر البديل لأن الإسلام تم اختطافه عبر تسعين سنة الآن الناس تفشل أن تفكر خارج القوالب والنماذج التي أتحها الإسلام السياسي عبر تقول كيف ما هو الإسلام هيك الإسلام من أجي حياة مصحف وزيف دولة ودين دين وآه دنيا وآخر الكلام المشطط لا 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 الإسلام قبلهم يا حبيبي هم متى خلقوا هؤلاء الإسلام 1400 سنة هؤلاء إياك إياك أن تغر عن عقلك هؤلاء بالأمس القريب ولدوا مع ولدتنا يعني بالأمس أبدا الإسلام 1400 سنة الله حافظ دينه تراث العمة بالله عليكم الآن هايو مؤسس الأصولية مؤسس هذه الجماعة كم يقتبس هل ترونه كل يوم على النت يقتبس لا يقتبس الشيخ غرضاوي رحمة الله عليه وبالذات في آخر السنوات كنا لا نراه لا يرى لا يقتبس لماذا ماذا تقتبس الناس ماذا تقتبس تقتبس خطبه في آخر 15 سنة كلها سياسية تحريض على هذا وضرب في هذا وسب في هذا مدح في هذا ثم سفك دم هذا نفسه اليوم يمدح وبكرة اقتلوه برصاصة اطلبوا الأجر بقتله ماذا تقتبس الناس لكن هل يقتبس الشيخ الشعراوي اكثر مما كنا نرجو بفضل الله تبارك وتعالى يوميا مقاطع للشيخ العارب بالله مفسر كتاب الله مصطفى حمود المثقف المسلم الصالح الواعي الذي كان فاهم لعبة الأصولية الإسلامية وحذر منها وقال الأمريكان قال لهم صناعة غربية صناعتهم قال لهم احنا فاهمين كل حاجة قال لهم الله يرحمه لكن طبعا عاش في آخر بضعة عشرة سنة تحت حراسة الشرطة المصرية طلبت رأسه للجماعات الإرهابية مصطفى حمود صاحب علم والإيمان لأنه فاهم اللعبة فاهم من خلقكم ومن الذي يمولكم ولصالح من رحمة الله علي مصطفى حمود يقتبس كثير مصطفى حمود أكثر بكثير القرضاوي يوميا بمئات الألوف